بن زيمة قدام نبدأ بحرس المارمو لو أنه مثلا لوريس في حرس المارمو الدفاع يبقى مين الثلاثة؟ ما هو على حسب أن هلعب التالت ده هيكون فول باك ولا هيكون ده الأول الثلاثة للسنتر باكس ممكن ألعب مثلا ب أحط مثلا عندي فران لو جاهز مثلا أحط مثلا صليبة ويبقى الثالث الثالث ممكن يبقى حد من الدفاع مثلا ألعب بلوكا سرناندس كفول باكس ماشي أو ثلاثة عاديين سنتر باكس عشان أنت بتقوله ده هوت بقى أنا شايف أنه الأفضل يبقى على الشمال في الثلاثة اللي وراء لوكاس هرناندس وكوندي على اليمين عشان أصلا كوندي بيعرف مين لعبها ولعب يمين ولعب باكس ولوكاس هرناندس بيلعب ليفت باك برده ويبقى في النص في رأي يعني لو فران مش جاهز يبقى أبمي ميكانو يعني عنده وعنده الخيارات ده يا كريم عنده وعنده رفاهية أنه يختار بين باكس بالزبط فهي تبقى الخيارات دي استنادا برضو هما يعني رجعوا الناس محللين لقصة ثلاثة ربعة ثلاثة على اللي انت كنت بتقوله على أنه هو لعب بها في تصفيات طيب تعال نكمل التشكيل مين على اليمين نجيب لك القايمة هتقولك القايمة تانية يا جماعة وسط المرة عشان نفكر مع بعض اني هلا بينا مين يبقى يلعب على اليمين مثلا على اليمين ممكن نحط اه على اليمين ممكن نحط يبقى يحط الفول باكس الاثنين طايرين حيبقى باكس ناحية اليمين وناحية الشمال معتقدش في في خلاف على فيو هرناندس حاليا وسط الملعب هيكون الاختيار منحصر بين الثلاثة يوسف فوفانا و تشاوميني و كامافينج حد من الثلاثة يبقى تنين والثلاثة اللي قلنا عليه طبعا ناحية اليمين ناحية اليمين ممكن يبقى جريزمان اعتقد اعتقد ان ديشومت ممكن يخلي ديمبالي هو الأساسي نظرا لفارق التقلق لكن ديمبالي بيشيل برشونال ناحية دي وعنده الحلول واحد على واحد فالدريبلر ومش تيم بلاير واحد حتى لو برشلنا مدون ديمبالي مبابي بنزيمة ويبقى عنده ورقة جريزمان ان كونكو ما يبقىش أساسي لا مش في وجود بنزيمة مفيش سترايكر هيلعب مع ترامي طبعا لجيروه ان كونكو في وجود بنزيمة لا يمكن يا كريم ان كونكو بيلعب كجناح او حتى رقم عاشر او مهاجم تاني دي ميزيد ان كونكو ما تقدرش بردو تصنافه انه تسعة صريح فيقدر يعني ممكن يلعب تحته لكن دي في اعتقادي ثلاثة اربعة تألاته اللي قرب انه فرنسا تلعب بيها اعتقد انه ربيو ممكن يبقى واحد من الاثنين عشان هو جريزمان بيحب ربيو بيحب يعتمل على ربيو دي شومب بيحب يلعب ربيو ممكن جدا بس هو انت بحتاج لو هتلعب باثنين يا كريم تعيس كواليتي علي اوي تعود به منظومة 2018 ربيو مجهود بيعمل ارتداد وبيطلع لقدام وكل الكلام ده لكن هتبقى منحصرة اعتقد بين الثلاثة اللي هم فوفانا ونشوف نشوف